القسم الخامس والأخير من هذا المتن المبارك ختم به المؤلف رحمه الله تعالى هذا المتن كتابة 5. السلسة وكتابة سوم لغة خاتم السلسة وكتابة كتابة تمامة نعم ذكر فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر كل ما يكون بعد الموت وآخرت كننا إيمان جترنا علم لنصورة باشفرنا هر بشيء ذكره وذكر في وجوب الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام والهجرة باقي على قيام الساعة وكفر دولتنا كفر دولتنا كفر دولتنا إيمان للكتنا هجرت إتمامي بذلك أمر إتمامي وهجرت قيامة قبرة قدر قيامة باشفرنا قدر أصغط نعم وذكر تعريف ابن القيم رحمه الله تعالى للطاغوت وإنه زمان مؤلف أرد ابن قيم من طاغوتا برده تارفي زكر إتمامي نعم الطاغوت من الطغيان من التجاوز بعض الناس تجاوز الحد في الأحجار والأشجر أحجار وأشجر يأعبودها من دون الله فقط جعلها طاغيت تجاوز في الأحجار تعقود الكلمة حدد أشجري يعني يتجاوز الحد في العلماء والأمرا و يطيع هؤلاء في معسيت الله لا تعتلي مخلوق في معسيت الخالي يعني يتجاوز الحد في معسيت الخالي يعني يتجاوز الحد في معسيت الخالي نعم الطاقود كثيرون ورؤوسهم خمسا ابلية نعوذ بالله منه ابلية نعوذ بالله منه ابلية نعوذ بالله منه يعني يجاوز الحد في معسيت الخالي ونحن له بالرقوع أو بالسجود ثم رضي هذا بالرقوع أو بالسجود ولم ينكر عليه فهو طاقود الثالث من دعى الناس لعبادة نفسي مثل فرعون الثالث من دعى الناس لعبادة نفسي مثل فرعون يعني فرعون من دعى شيئا من علم الغيب مثلا قال تقوم القيام يوم كالا غادن يموت فلان غادن يفوز الفريق الفلاني كاذب والله وكافر كفران أكبر طاقود وكما تقوم القيام يفوز الفريق كما 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 تقوم القيام يفوز الفريق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر